بعث حضرة صاحب السموة من البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي لإطلاق صاروخ باليستي نحو منطقة جازان جنوبية المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد مقيم يمني وإصابة عدد من المدنيين سائل أن سموه المولى تعالى أن يتغمد شهيد هذا العمل الآثم بوسع رحمته ومغفرته وإسكه فسيح جناته وأن يمنى على المصابين بسرعة الشفاء والعافية مشيرا سموه حفظه الله إلى أن هذا العمل العدائي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية الشقيقة يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية ووقوف دولة الكويت مع البلد الشقيق وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه سائل سموه المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين